اكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شامس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا رئيس شبكة مينبار ورئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية على أن مملكة البحرين استطاعت أن تضع بصمة واضحة في قيادة مستقبل الإدارة العامة في المنطقة جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي لأعمال المؤتمر الخامس لشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة مينبار والذي يقام في مدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمشاركة أكثر من عشرين دولة من الدول العربية والأوروبية وصد حضور عربي وأوروبي انطلقت أعمال مؤتمر مينبار 2022 في العاصمة الجزائرية الجزائر الذي تطلقه مملكة البحرين ممثلة بمعهد الإدارة العامة بيبا سنويا تارة في دولة عربية وتارة أخرى في دولة أوروبية لتؤكد قدرتها على وضع بصمة وضحة بقيادة مستقبل الإدارة العامة إقليميا ودوليا عبر تعزيز عملية تبادل الخبرات البحثية والعلمية في مجال الإدارة العامة التي ستسهم بدورها في صناعة سياسات عامة لخدمة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الجميل حضور أكثر من عشرين دولة من الخليج من الوطن العربي من أوروبا معانا معانا مثلا المنظمات تعاون الاقتصادي والاجتماعي بقية المنظمات مثلا معهد الدولي للعلوم الإدارية أوراق العمل المقدمة وفضل الممارسات تبين بشكل واضح قدرة الوطن العربي على المنافسة وقد حمل المؤتمر هذا العام عنوان الإقليم والرقمنة والتنمية المحلية تكمل وأفاق مستقبلية ليؤكد على ضرورة مواكبة احتياجات المرحلة الحالية المتمثلة في تحقيق التنمية ومواكبة التطلعات الرامية إلى توظيف الرقمنة بما يحقق تطلعات المواطنين وشهد المؤتمر مشاركة بحرينية وعربية ودولية من خلال أوراق بحثية وممارسات الإدارية تناولت فضل التجارب التطبيقية والمخرجات العلمية هذه التجربة بالنسبة لي جدا متميزة لأن من خلال هذه التجربة قاعدين نعكس دور وزارة شؤون شباب والرياضة في تمكين الشباب وتجربتنا في تدشير مرتكزات العمل الشبابي من 2018 فتبادل الخبرات ما بين مملكة البحرين والدول المشاركة الثانية رح تثري هذه العمل اللي إحنا قاعدين نشتغل عليه ونشوف التجارب الأخرى وكيف أنه إحنا قاعدين نقدر نثري هذه النموذج اللي قاعدين نشتغل عليه في مملكة البحرين تكمل أهمية هذا المؤتمر كونه يشكل منبرا لتناطح الأفكار وتبادلها والاطلاع على تجارب الدول والاستفادي لأن تستفيد كل دول من تجارب الدول الأخرى والاستفادي أيضا والاطلاع على هذه التجارب التي يمكن هذه الدول من الاطلاع على نقاط الضعف لمعالجتها والاطلاع على نقاط القوة في ممارسة مثل التجارب والممارسات الإدارية إن مؤتمر مينبار 2022 استطاع هذا العام استقطاب أوراق علمية وممارسات تطبيقية من 20 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدة دول أوروبية وستتواصل الجهود نحو استثمار نتائج البحوث العلمية والدراسات والنتائج المنبثقة عن المؤتمر بتحصين جودة حياة الفرد في الأوطان العربية وبناء مجتمعات مزدهرة قادرة على الارتقاء بتطلعات المواطنين ورفع جهود الخدمات المقدمة لهم